أهلا بكم ونبدأ هذه النشرة من ارتفاع أسعار النفط بعد يوم من دخول سقف حددته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لأسعار النفط الروسي المنقول بحران ويأتي فرض الحد الأقصى في الوقت الذي يحاول فيه الغرب تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بالإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج وإلى ذلك كشف نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك عن زيادة إنتاج روسيا من الخام بنسبة 2.2% في الفترة من يناير إلى نوفمبر نوفاك أوضح أن إنتاج بلاده النفطي بلغ 488 مليون طن خلال 11 شهرا ووفق المسؤول الروسي فإن حكومة بلاده ستطلق آلية تحضر مبيعات النفط عند الحد الأقصى للسعر بحلول نهاية العام ترجمة نانسي قنقر إذن بعدما دخل حيز التنفيذ كيف تناولت الصحف والمواقع العالمية فرض سقف لسعر النفط الروسي نرسد أبرز التقارير الواردة في هذا العرض على وقع وضع سقف لسعر النفط الروسي أسعر النفط تتأرجح عالميا هكذا عنوانت صحيفة وولستريت جورنال تقريرها التي تناولت فيه تداعيات القرار الغربي مشيرة إلى انخفاض أسعار النفط الخام والعقود الآجرة الأكثر تداولاً لخام برينت بنسبة 3.4% إلى 82.68 دولاراً للبرميل في المقابل احتفت صحيفة نيويورك تايمز بالخطوة لكنها حذرت مما وصفته بتحايل روسيا على العقوبات عبر تجميعها ما اسمته أسطول الظل الذي يتكون من مئة ناقلة نفط قديمة بهدف تصدير نفطها وشحنه إلى مسافات طويلة لكنها استبعدت قدرتها على تجميع عدد كاف منها إلى موقع أويل برايس الذي كشف عن تسبب قرار فرض سقف لسعر النفط الروسي بازدحام في البحر الأسود بحسب الموقع حدث ذلك عندما رست قرابة 20 ناقلة نفط بالقرب من المضائق التركية الرئيسة التي تربط البحر الأسود بالبحر المتوسط في انتظار تصريح من السلطات التركية التي بدأت تطالب بإثبات جديد للغطاء التأميني للناقلات أما صحيفة واشنطر بوست فتساءلت هل يمكن لسقف سعر النفط الروسي أن يقوض جهود الحرب؟ في مستهل إجابتها على هذا السؤال اعتبرت الصحيفة أن القرار الجديد سيجبر موسكو على بيع نفطها بثمن بخص ما سيهوي بأرباحها غير أدى صحيفة لا تجزم بجدوى القرار وتبقي ذلك رهن مشاركة الهند وصين فيه صحيفة The Guardian البريطانية تشاركها الرأي لكنها شددت على ضرورة أن يلبي القرار هدفين رئيسين الأول تقليل الإرادات النفطية الروسية والثاني حماية الاقتصاد العالمي وإبقاء التضخم تحت السيطرة وفقا لتعبيرها